بعد منطلق الماراتون الدولي إلتخامي غاج الجريد في نسخة الثانية على مسافة 200 كم وتمكن المغرب رشيد مرابتي بأنه يكون أول عداء يتم المسافة في 9 ساعات و 10 دقايق و 58 ثانية وشقيق محمد مرابتي فاز بالمرتبة الثالثة وقتع المسافة في 10 ساعات و 16 دقيقة و 41 ثانية في حين فاز النرويجي إيمادولا ويبلغ من العمر 46 سنة بالمرتبة الثانية وقتع المسافة في 9 ساعات و 17 دقيقة و 22 ثانية وانسحب العداء التونسي أمير غريري في الكيلومترات الخمسة الأخرى بسبب إصابته على مستوى الرجلة هذا وانسحب 6 متسابقين من ثلاثة جنسيات مختلفة لعدم وصول الطيرة من تونس إلى توزر في موعدها